السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبناء الطيبين كيف حالكم؟ اشتقت إليكم كثيرا أحبائي درسنا اليوم عن سورة جميلة من سور القرآن الكريم وهي سورة التين فهيا بنا نبدأ سويا أحباب الصالحين هيا بنا لنقرأ سويا الآن سورة التين ونتعلم معنا كل آية من آياتها والتي قال الله تعالى فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم أحسنتم يا طلاب الصالحين هيا بنا لنذهب لفاصل قصير ثم نعود لنتعلم معنا كل آية من آيات سورة التين أهلا بعودتكم يا طلاب المتفوقين هيا بنا يا أحبابي نتعلم معنا كل آية من آيات سورة التين ونبدأ بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وتلك الآيات الكريمات هي قسم من الله تعالى بثمرة التين الجميلة وثمرة الزيتون الجميلة وهما ثمرتان مباركتان وهاتان الثمرتان يكثر وجود شجرتين في بيت المقدس وهو مكان بعثة عيسى عليه السلام ثم أقسم سبحانه بجبل الطور في سيناء الذي كلم الله تعالى به موسى عليه السلام ثم أقسم الله تعالى بمكة المكرمة وهي البلد الأمين وهذا البلد الأمين أو مكة المكرمة هو مكان بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رائع يا صغار الكرام أنتم مجتهدون هيا بنا لنذهب لفاصل قصير ثم سنعود لنكمل معاني آيات سورة التين أهلا بعودتكم يا طلاب المتفوقين هيا بنا يا أحبابي نستكمل تعلم معنى كل آية من آيات سورة التين أما قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فمعنى أن الله تعالى يقسم أنه خلق الإنسان في أحسن سورة وكرمه وبعد هذه السورة التي خلق الله تعالى بها الإنسان فإنه إن لم يطع الله تعالى ويؤمن بالرسل صلى الله عليهم وسلم فسيدخل نار جهنم حسنا يا صغاري هيا بنا لنذهب لفاصل قصير ثم سنعود لنكمل معاني آيات سورة التين أما قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فمعنى أن من آمن بالله تعالى من ذرية آدم عليه السلام فإن له الجنة التي لن يخرج منها أبدا وله الثواب المستمر الذي لا ينقطع لأنه صدق بالله تعالى الذي خلقه في أحسن سورة وأمره بعبادته رائع يا صغاري جعلكم الله من عباده الصالحين وأدخلكم جنته والآن مما شرحناه سويا يا صغاري من يستطيع أن يخبرني عن معنى الكلمات التالية البلد الأمين رددناه أسفل سافلين أجر غير ممنون أحسنتم يا طلاب الصالحين البلد الأمين أي مكة المكرمة رددناه أسفل سافلين أدخلناه نار جهنم أجر غير ممنون أجر مستمر غير منقطع من النعيم رائع رائع يا أحباب المنصطين الصالحين أنا أحبكم كثيرا ولكم أن تعلموا يا صغاري أن الله تعالى فقط هو من يقسم بأي شيء خلقه فقد أقسم الله تعالى بالتين والزيتون وبجبل الطور وبمكة المكرمة أما نحن فلا نقسم إلا بالله تعالى لأننا لا نعبد إلا الله تعالى رائع يا صغاري أنتم متفوقون أحسنتم 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 يا طلاب الأذكياء تعلمنا اليوم أن الله تعالى أقسم بالتين والزيتون وهما شجرتان موجودتان بكثرة في بيت المقدس مكان بعثة عيسى عليه السلام أقسم سبحانه أيضا بالطور وهو جبل في سيناء كلم الله تعالى به موسى عليه السلام وأقسم سبحانه كذلك بالبلد الأمين وهي مكة المكرمة مكان بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تعلمنا اليوم أيضا أن الله تعالى كرم الإنسان وخلقه في أحسن صورة وتعلمنا أيضا أن من لم يطع الله تعالى ولم يؤمن بالرسل فإنه سيدخل نار جهنم وتعلمنا أيضا أن من يطع الله تعالى ويعمل صالحا فإن له نعيم الجنة المستمر غير المنقطع إلى هنا يا صغاري يكون قد انتهى درسنا ألقاكم على خيرا في درس آخر إن شاء الله إلى اللقاء